اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السمكة رهيبة رحتها كانت ما شاء الله جميلة جدا طبعا بعمل الدبلاش بعد ما تغديت تحفة رهيبة هتعملوها وهتعتمدوا الطريقة دي اساسية باذن الله بسر من اسرار مطاعم السمك في المدن الساحلية ان شاء الله شايفين السمكة غير طبيعية واخد التسوية المزبوطة مش نشفى ولا اي حاجة انا هنا معي سمك بوري خليت الراجل في السوبر ماركت فتحها لي من الضار الفتحة دي بتقال عليها باترفلاي او فتحة الفراشة وبينظف هارك من داخل وطبعا غسلنا السمك وسبته يصفي ميته تماما وجففته تماما بتشو بتاع المطبخ عشان ما يبقاش فيه اي مية وحطيته لفيت حواليه الفويل وعشان السمكة ما تلزقش منك ورقة الفويل لازم نمسحها بمسحة زيت او ترشي رشة ملح حسب ما تحبه هنا بقى هنعمل خلطة للسمكة السمكة ملح فلفل بابريكا بصل بودر توم بودر معلقة مستردة ده معلقة زعتر لو ما عندي كيز زعتر تقدري تستغني عنه وهضيف عليهم معلقة زيت والتوابل ان شاء الله بيثبتها في صندوق الوصف هنا بقى اهم حاجة عشان اغلبية الفيديوهات اللي الناس بتعملها بيحطوا السمكة والحشوة ودخر على الفرن فالسمكة بتجيب ميتها وزفاريتها بتطلع في الحشوة فمش بتبقى حلوة هنا بقى الخطوة والسر المهم ان انا هعمل التدبيلة بتاعت اللي احنا عملناها دي بمعلقة الزيت وهمسك ادهن السمكة اتبّلها كويس جدا وطبعا اللي يريد يضيفتم يضيفتم بس انا عشان القولون فبالتالي بقلل نسبة التوم بالنسبة لي اللي يحب يضيفتم هروس يضيفتم هروس مفيش اي مشكلة هنا بقى هنتب السمكة حلوة قوي بالتدبيلة الجميلة دي ريحتها حلوة قوي الزيتر عطيها طعم حلوة قوي وريحة حلوة وطبعا ممكن ما تتقيديش بالتواب اللي انا عملتها التواب اللي بتحبيها تقدري تعمليها هنا اصحابي رشيت زيت كمان على السمكة بعد ما تبلتها ولازم هنا بقى ادخل السمكة عشر دقايق على اعلى حاجة انا بشتغل على الشوام ما بحتاجة اشتغل من اسفل اعلى حاجة عندك في الفرن عشر دقايق السمكة هتروح مقفلة المثام وفي نفس الوقت ايه مش هتجيب ميتها وهتستوي نص سوى هنا بقى عندي الحشوة عندي هنا تم هروس عندي بصل جزر فلفل الوان وفلفل حار والتوابل عندي معلقة كاري بحب بحط معلقة بهرات الماجي البودر تقدر بتصغل معنا لو مش بتحبوها كركم ملح فلفل وسنة حبهان وكزبرة وكمون يعني الكزبرة والكمون ربع معلقة ربع معلقة من كل حاجة بس معلقة صغيرة من بهرات الماجي ومعلقة صغيرة من الكاري والباقي كل ربع معلقة وان شاء الله برضو بسبتها في صندوق الوصف هنزل بالبصل مش مشكلة احنا تقطعي اي تقطيع وفي سوستوم صحيحة لان احنا هندرب الحشوة بعدين يعني فمش مشكلة التقطيع سواء كبيرة صغيرة مش هتفرق يعني هندي بس تدبيلة للبصل واهم حاجة عشان الخضار ما يجيبش ميته لازم تبقى معاكي النار عالية هنا بعد ما دبلت البصل ثواني بنزل عليها بالجزر المبشور وهديها تدبيلة شايفين الخضار يستحيل هوريكو كمان الحين مش هيجيب ميته عشان النار عالية اهو اتدبل البصل والجزر دي اواحدة بس احنا مش بنسوي يعني احنا بندبله فقط وبعدين هنزل بالفلفل الاحمر والفلفل الاخدر وهضيف عليهم بعدين اثناء الضرب هضيف عليهم الفلفل الحر عشان ايه ما يشطشط ليش الخضار من اولها طبعا لو ما تحبوا حر تقدروا تستغنوا عنه تماما هنا اهو دبلنا الخضار تاني دقيقة وبعدين اضفت عليهم كمية التوابل واديها تشويحة بس دقيقة كمان عشان رحة التوابل تتحمس مع الخضار ويبقى معايا الخضار جاهز وممتاز كده اهو شايفين الخضار ما عنديش اي مية لان النار عالية لما يكون النار عالية ما بيجيبش ميته لكن لو النار هادية هيجيب المية اهو او تدربيه بالهند بلندر حسب المتوفر عندك خفقة يعني ضربة متقطح كده يعني ما نريده بريه بس نقطعه شوية اهو وهنا بقى سر برضو من قصران المطاعم انا اضفت الفلفل حار معاه وهو بيختلط حطيته في مصفاية عشان اي مية زيادة في الخضار ما نريدها عشان ما تنزلش على السمكة وتخليلك السمكة كلها مية صفيت الخضار من المية وهنا السمكة اصحابي هنا دخلناها اهو عشر دقايق قلتلك لازم تبقى الشوية اعلى حاجة عندك عشان السمكة ما تنشفش احنا نديها عشر دقايق بس عشان تقفل الخضار اهي خدت شايفين بعد عشر دقايق بالزبط تقفلت المسام وتشمعت السمكة هنا السمكة اهي بعد ما خرجناها من الفرن هبدأ بقى الحشوة صفيت ميتها هنفرد الحشوة على السمكة شايفين الوان الحشوة ما شاء الله روعة ورحتها جميلة جدا والسمكة قصلا طالعة بالتدبيلة اللي احنا حطناها عليها طالعة من الفرن يعني هي الوحدة هتتاكل كده صراحة يعني مش محتاجة حشوة يعني ممكن ما تريده حشوة بس تزوده خمس دقايق كمان استوى وتبقى السمكة جاهزة في منتهى الجمال كده لو انتم ما تريدوا الحشوة يعني براحتكم بس تدقوني كمان مع الحشوة لذيذة جدا صراحة هفرد بقى الحشوة على السمكة مثل ما انتم شايفين ونحاول نغطي السمكة عشان الحشوة هتساعد لي ان السمكة تفضل راطبة وما تجفش هفرد الحشوة على السمكة التانية لو حطيتي شرايح اللمون على الحشوة ودخلت الفرن اللمون هيمرر معاك فبلاش اللمون وهنا بقى اللمون خليه للتزين بعد ما تخرج ده زيت نباتي هبخ بخها كده يعني رشة زيت او بالمعلقة زي ما تحب كده بس هنا الميزة في البخاخة دي ان انا ما باخدش كمية زيت كبيرة هنا هيديني لمعة وهيديني طعم حلو كمان للخضر هندخلها برضو عشر دقايق تانية فقط لا يغير احنا بس نريد السمكة تاخد من طعم الخضار والخضار يتشمع بس مع السمكة عشر دقايق انا ما شغلتش من اسل شغلت الشواية فقط هنا اصحابي اهو شايفين بعد عشر دقايق ممتازة ريحة روعة الحشوة والسمك شرب من بعضه النكهة والطعم غير طبيعي هنا اصحابي خلاص هنحطوهم بقى في تقديمها زينهم بشريح اللمون والفلفل الحار كده عشان نكسر اللون شوية والسمكة غير طبيعية ريحتها تخفى ما فيه الزفارة للسمك ما فيه الزفارة للحشوة والله ما شاء الله وصفة ممتازة فوق الممتازة والسمكة راضبة ما نشفتش يعني ان شاء الله هتجربوها وهمتظر تعليقاتكم وخلونا نجيب شوكة عشان اوريكم قد ايه ان السمكة ما عندهاش مية السمكة جفة من تحت ما فيهش مية لان احنا صدمنا السمكة وقفلنا ما سامها في العشر بقى الاولانية اللي دخلناها ولما صفنا مية الخضار حتى لو انت مش عايزة تضرابي الخضار في الكبة هتطيف المصفاية برضو عشان لو عندك اي مية زيادة تنزل ما يكونش السمكة فيها مية ان شاء الله المقدير كلها هسبتها في صندوق الوصف السمكة والحشوة طعمها رهيب وروعة كل حاجة بسبتها اللي تبلت بها السمكة ومقدير الحشوة وتوابل الحشوة كله بكتبه في صندوق الوصف ان شاء الله ما تبخلوش عليها باللايك والشير والسبسكرايب والكومنت الحلو اشوفكم في فيديوهات جاية كتير سلام عليكم